أتابع محضراتكم مشاهدينا الكرام هذا البيان في آخر مستقدات سد النهضة حيث سرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في عقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي والذي عقد في اليوم الأربعاء 17 من يونيو 2020 أن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد كما ساعد إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالني للأزرق فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض نزعات كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابة الجفاف كما أيضا ذكر وزير الرئي أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها سودان الشقيق بحسن نية سعيا منها لاستنفاذ واستكشاف كافة السبل المتاحة لتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التلموية من هذا المشروع مع الحد في الوقت ذاته من الأثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب ولكن للأسف استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة هذا وقد اعترضت إثيوبيا في ختم اجتماعات وزراء الرأي على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول القضايا محل الخلاف مما أدى إلى انهاء المفاوضات واختم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي تصرحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق لدعوة لهذه الاجتماعات ومسعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف توصل إلى اتفاق ترجمة نانسي قنقر